بولاية دي قفزة انت قلتي ان الجمهور شايف مسلا انها تلات سنين ليه عالتين وعشرين لحاجة دلوقتي بس انت اه اربعتاشر سنة فالناس ما تعرفش ده شايف انت طلعوتي في ايه بعد وداية انها صنعت من جمهورية الخلاص فانت لو جالك دور اقل هلا هتوافقي لو بس انا ما بحبش اقولها الشغل لا ما بحبش اقولها على قرش ربنا لا يجي حاجة عارفة لو مساحة صغيرة دور حلو هيضفلي حامل حاجة هتقلل مني وهتقلل من حب الناس ليا وتشوفني بطريقة وحشلة. في شخصيات معاينة نفسك تقدميها على اصلا ما المحبين السير السير الزادية يعني ممكن تقدمي حاجة. لا ده خالص لا اقدمش اي حد كل واحد سابت في مكانه محدش يقدر يبقى شباهو. اولا في نفسك تقدمها قضايا معاينة. انا 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 حابة ان انا يعني انا يمكن كانت قضوتي ملي كريم في القضايا اللي هي بتاعة المرأة. انا حابة اعمل كده بقى في قضايا بس قضايا حقيقية اللي هي شبه الحاجات اللي بتحصل في الشارع. البلاوي اللي بتحصل في الشارع. الحاجات المأساوية اللي بتبقى. عارف انت. قضية بعينها في? اه يعني عايزة قضية بعينها بتاعة مثلا البنت اللي بتسيب بيت اهلها وبتتغرى وبت والمأساية بقى اللي هي بتشوفها وبتتجوز ازاي وبتعيش ازاي? وكبرت ازاي? ونجحت ازاي? وازاي تعبت? وازاي تعلم اللي قدامهم? ان هما هيعتمدوا على نفسهم ان هما يكونوا مش يعني يعني وان هي تمحي الراجل لأ مش دي الفكرة. ان هي يعني عايزة نفسي اطلع صورة الست اللي بتشتغل بصورة احلى وارقة من الحاجات اللي هما بتطلعون. الست بتشتغل يبقى لأ او الراجل يبقى داخل اعايز تجوز لأ الست ان انا اتجوزتك لأ ما تشتغليش. وعايزة اطلع اطلع عايزة قضية بقى اللي بالنزمة المهمة ان انا عايزة اعمل حاجة ليه علاقة بالميديا. ان استت اللي بتشتغل في الميديا هي ستة محترمة وستة بتشقى وستة بتتعب. او في الفن. ستة بتفحت في الصخر عشان تجيب خبر علشان تجيب معلومة علشان تقابل مش عارفة مين عشان تروح فين عشان تيجي منين. عمره مكان مكان عمره مكان مكان قذر وعمره مكان ان هي ستة الادب. او ان انا واحدة بشتغل برجع بيت اتنين تلاتة رنفجر وبصور في الشارع تمنتاشر وعشرين ساعة عبقى انا ستة مش محترمة. لأ في حاجات زي ما انت بتعمل ده انا بعمل ده هي بتعمل ده انت دكتورة انا محامية انا ممثلة انا راقصة انا اي مسامة انا بشتغل وبتعب وغشأ وبجيب فلوسي بعرق جبيني. انا مش مش يعني بتلاقي الناس للأسف الشديد اللي بيكلمه بيقول الناس اللي هما اهما عبارة عن ستات قاعدة في بيوتهم اهليهم بتصرف عليهم او ازواجهم بتصرف عليهم. ومش فارق معهم الستة دي بتتعب تقولك اقول المشكلة يعني تم تعوذي في البيت وجوزك يصرف عليكي. لا ما انا انا ضد. فين شخصيتك? فين كيانك? اه يعني انا برضو ده كان اتفاقي ما بيني وما بين جوزي. انا هكمل شغل. جالي برنامج محترم. جالتي دور محترم. هشتغله. اه اه ايفنت محترم احبت. انا فيش رفض ان انت ممكن تسيب التمثيل عشان ان هو حابب ان انت. لو بصي لو حسيت في يوم من الايام انا برضو واضحة جدا لو حسيت في يوم من الايام انه التمثيل ممكن يؤثر على البيبي بتاعي على بيتي على تربيته وانا هحيس ان انا هبقى عايزة عايش معي عايزة ربيه عايزة لو حسيت ان هو هيأثر عليه فترة نموه وان هو اكبر لان انا برضو باني كنت عندك بيبي وفي مسئولية والحاجات دي كلها على الاقل اقسسه. اقسسه وبقى متطمين عليه واشتغل وعمل اي حاجة انا عايزة بس ما ما حسستوش ان هو لما كبر ان ماما سابتني علشان الفن او سابتني عشان تشتغل او ان انا تبقضبه. لا. اه. بس المقصود من اللي انا قاعدة بقولهولك ده ان ان انت فكرة ان انت تعتمدي على نفسك وانك تشتغلي وانك تعملي بيت وافرة في ناس تقولك لأ ما انت ما ينفعش تغضي كل حاجة لأ انا هاخد كل حاجة. انا هتجوز واشتغل وهجيب بيبي وهطلع عيال اه سويين نفسيا. وهعلم كويس وهذاكر كويس وهحضن كويس وهحب كويس. انا مربية اخين. انا مربية ولدين كانوا عندي هما بيبي كده بكنت يعني بغيلهم عن اذنك ويولد. واكلهم زبادي وبتاع وانا اللي بنائهم مع السرين. انا بزبطنهم كل حاجة يعني واحد تخرج من الجامعة والتاني مطلع عيني. فانا ربيت وبيحبوني وبيحترموني مش بيخافوا مني ما فيش فكرة الخوف دي بس هما بيحترموا الشخص اللي رباهم. فانا مادام قدرت ان انا اعمل كده واشتغل وسيفر واتغرب وبعمل الكلام ده كله وربي بيت وكن مسؤول عن اسرة كاملة. قطر اعمل كده مع مع نفسي في انتيني. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة